اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دفتر احوال بغيب عنكم اسبوع حلقتنا كل اسبوع لكن مش غيب عنكم متواصل معاكم وموجود معاكم على الفيسبوك على الصفحة على حتى اتصالاتنا كل ده موجودين في خلال السبعة ايام احنا مش في الساعة بس دي اللي بنحل مشاكلكم احنا البرنامج الوحيد اللي موجود علشان المصري اللي عنده مشكلة اللي بيقدر يوصل لنا وبنقدر بإذن الله نوصل صوته طوال الأسبوع بنواجه مشاكل كتير قوي بنواجه قضايا كتير قوي بعضها بنحله يعني بطريقة ميسرة إن كان السفسار أو خلاف والبعض الآخر بنحاول نتواصل مع المسؤولين لحد ما بنوصل الحمد لله الحمد لله الفترة اللي فاتت توصلنا كتير قوي وهتشوفوا الصدى ده على مدار الحلقات اللي جاية معاكم دايماً اونلاين يعني مش معاكم على الهوى في مدار الحلقة اللي هي عمرها ممكن يكون ساعة لكن معاكم زي ما بقول طول الأسبوع مشاكلنا اللي بنحلها مش بس هي المشاكل القضائية مش بس هي المشاكل والاستفسارات اللي فيها أزمات إن كانت محاضر إن كانت قضايا بخلاف أنواعها وصلنا كمان لمرحلة الحمد لله بالتواصل وفريق الإعداد اللي مستمر دايماً في تواصل مع المسؤولين إن احنا بنحل المشاكل مع كتير من وزارات وزارات خدمية وزارة تضامن وزارة كحرابة وزارة تموين كل ده بنحاول نوصل للمسؤولين علشان نحل زي ما بقول لكم أنا دايماً في اتصال معاكم بشوف الصدى ده على الناس وعلى ردود الناس على الصفحة الحمد لله الإقبال كويس جداً معنا إحنا هدفنا مش إنه الإقبال يبقى موجود على الصفحة هدفنا الأسماء والأكبر وفريق الإعداد في البرنامج والمحطة نفسها إن إحنا نتواصل مع الناس علشان نفيدهم إحنا مش بس طلعين عشان نكون موجودين على الشاشة لأ إحنا موجودين عشان نكون في بيوتكو بنحل مشاكلكم كل مرة بنحاول نوضح قضية مختلفة قضية لها شكل يعني أنا لسه حتى بيقول لي دلوقتي الاتصالات مفتوحة والاتصالات يعني كنت لسه بس عايز أرحب وأطمن الناس بس برضو ما قدرش أمنع نفسي عن الاتصالات أخذ اتصال وأرجع أكمل معاكم تاني الأستاذ عماد معايا السلام عليكم عليكم السلام اتفضل يا سلام عليكم اتفضل يا فنم مشكلة صغيرة بعديزنك الصد بشو واضح شوية معلش أنا ياسف امورني امورني اعرض اعرض احت عمرك أنا سمعك الشبكة عندك يعني فيها مشكلة فحاول تكلمنا تاني لأنه في مشكلة في الشبكة عندك أقف في مكان فيه شبكة وحاول معانا الاتصال مرة تانية ومنتظرينك أرجع اتواصل معاكم تاني وأقول لكم أنا ما بوقفش اتصالات ما بحاولش أمنع التواصل لما بيني وما بين الناس أني أكون بحاول على الأقل يعني فقط يكفيني شرف المحاولة زي ما بيقولوا أن أنا أحاول أحلل المشكلة وبإذن الله بنوصل لأنه ما فيش مشكلة وأنا عندي مبدأ دايما ما فيش مشكلة ملهاش حال كل المشاكل اللي في حياتنا مع الوقت بنلاقي إنه إيه دا كانت المشكلة كبيرة دي تحلت المشكلة أول ما بتظهر ممكن تكون قدامك مشكلة كبيرة قوي بس مع الإيد بتساعد إيد إحنا ربنا يجعلنا إيد نساعد كل مصري كل بيت كل أسرة على حل مشكلته أيا كان نوعها بقول لكم تاني للمرة الأخيرة أنا موجود معاكم وفريق الإعداد طوال الأسبوع علشان نحل المشاكل عشان نتواصل معاكم علشان أي مشكلة اعرضوها لنا ارموها عندنا وإحنا جاهزين بإذن الله أدخل في موضوع الحلقة الموضوع النهاردة تقريبا مختلف شوية شايق شوية اعتدنا إنه دائما عندك مشكلة بتروح للمحامي بتاعك أرجع أخذ أستاذ عماد معلش لأنه متعشم وأنا يعني كل هدفي إنه أي حد وأي مواطن يتعشم في حال المشكلة نكون في ظهره أستاذ عماد معاي هلو أيوة معاك سامعك يا ريت والله استعابنا يا أستاذ بعد إذنك إن شاء الله ربنا يعملنا على المساعدة قول أولي المشكلة يعرض مشكلتك اللهم أمين المشكلة حالتك من أسال وثيبتة ومعنفل دبلور ومعنديش أي مصدف دخل لحالتك ودع السلبات وأنا نفسي أعمل حاجات كتير حالتك وزي زي أي حد ومعنديش أي مصدف دخل لحالتك ولا أي روح مكتب المعاشات عشان يستطفول أي مرتب شهر ما فيش حدثة وأنا حظر أثنين في الأرض عمرك قد إياس زمان أنا عندي أثنين وثلاثين سنة حظر أثنين وثلاثين سنة مارسي بأثمانين طيب أثنين وثلاثين سنة طيب أنا بقولك دلوقتي وبقولك كنترول سيب رقمك وخد رقم الناس وكلم الناس بعد الاتصال وبعد الحلقة سيب بياناتك وسيب رقمك وربنا إنا وحتى مشكلة البطالة اللي توجهنا ليها برضو مؤخرا ودي مشكلة عامة في كل دول العالم يعني مش عندنا بس بإذن الله هيكون لنا طرف ويد في حلها بإذن الله في مصر ومش لازم نقف على إن الحكومات هي اللي توزى إن المؤسسات هي اللي توزى حتى القطاع الخاص بإذن الله بنتواصل وبإذن الله في حل عندنا ومفاجأة بإذن الله بنحضرها لحل مشكلة البطالة كمان بقولك برضو سيب رقمك واتصل مرة تانية عشان تسيب بياناتك وهنرجع نتواصل معك أرجع أرجع لكم تاني في موضوع الحلقة اعتدنا إنه دايماً أي مشكلة بنتجه للمحامي طيب هو المحامي ده زكر دائماً وأبداً ده اللي هنشوفه معنا بعد الفاصل ومستنى تصالاتكو ومتسبوناش لأنه النهاردة عندنا أنا شايف أنه أنا عملت بحث الفترة اللي فاتت للتعداد ما بين الزكور والإناس في مهنة المحامي نفسها نستنيهكم بعض الفاصل علشان هيكون معايا ومعاكم ضيفة مهمة جداً أثرت في المهنة أو بتأثر في المهنة بشكل ما هنسمعها وهنعرف إيه المشاكل اللي بتواجهها وإيه العوائق اللي وجهتها في ممارساتها للمهنة وبرضو هنستقبل اتصالاتكم وإحنا مع بعض أراكم بعض الفاصل ورجعنا لكم مرة تانية بس كالعادة ما بنرجعش لوحدنا بنرجع معانا ضيف أو ضيفة يهموا أمر المصريين أو يهمها أمر المصريين بتحل مشكلة بتساعد في حل المشكلة بتساعدنا في دفتر أحوالي أرجع أقول لكم قبل ما ما تنقل الضيفة صفحة التواصل بتاعة البرنامج موجودة على الشاشة وبيتم عرضها أرقام تلفلاتنا موجودة دايما على الشاشة التواصل موجود حتى الخطوط مفتوحة مش هيعوقها أي شيء أرحب بضفتي اللي أنا مبسوط بلقاءها وضفتكم الأستاذة ولاء عدلي أهلا وسهلا بك أهلا بك المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة كلام مظبوط مظبوط فيه نضرة شوية هو العدد الأكبر رجال صحي كده أقدر أقول أن مهنة المحامة العدد الأكبر رجال ولكن طبعا دلوقتي بنات كتير بيبقى عندها طموح أن هي عايزة تبقى محامية وأن هي تدخل للمجال وأن هي تكتسب خبرة وتترافع وتمسك قضية وتذكرها وتكتهد فيها وتحقق نتيجة فده طبعا خلى ناس كتير بقى نفسها بنت عايزة تبقى محامية كمان دور الإعلام كان ليه دور يعني كذا مسلسل بييجي أن البطلة تبقى محامية فكمان ده حبب البنات أن هي تخش المجال من الفترة اللي فاتت كانوا دايما بحس بنصايح مهمة للبنت لا مهنة المحامية صعبة عليك أو هي مش مجالك مش هتلاقي نفسك فيها صعب وده تلان بيتقل دايما صح على فكرة في أي مجال فيه فيه مشقة دايما بيتقل البنت بلاش خليك خليك في مجال تاني أسهل أسهل ليكي كبنت لأن المحامية فيها مشقة المحامية مش بس أن أنا أروح وظيفة وأرجع بيتي والموضوع انتهى على كده لا 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 أنت متحملة مسئولية كل حاجة مسئولية جلسة عندي الصبح بصحالها بدري بعديلها بطرافع أخلص جلستي بروح بيتي وبنزل تاني أروح المكتب أتقابل مع المكتبين فيه ضغط ضغط عصبي ونفسي وعليكي زي جزي الراجل فيه عبق مزبوط فإذا ما كانتش البنت تبقى قوية وتقدر أن هي تتحمل المسئولية وعندها هدف وإصرار مش هينفع أن هي تكمل في المهنة واجهتك مشاكل طبعا أكيد من احتكاك ونظرة نظرة سخط ولا مشاكل في المهنة نفسها والله أنا أول لما دخلت في المهنة طبعا اتدربت مع محاميين علموني طبعا بقوا أن هم يغدوني أروح أحضر في جلسات أن أنا أخش قدام قادي أتعلمت الجرأة أتعلمت حاجات كتير من أسات ذاتي كل ده أصرف فيه ولما في الأول اللي هو لسه بنت بقى صغيرة دخلة اللي هو بتشوف حاجات غريبة هتحكي لنا كل التفاصيل دي بس بعد ما ناخد الاتصال معي أستاذ حسني السلام عليكم مرني اتفضل أمرني تحت أمرك دفتر أحوال تحت أمر أي حد الله يخليك يا بقى إن شاء الله يبريك لك أنا عندي 55 سنة وفادي راشد نجارة في الفياسة وليه يجي خمس شهور للعملية الشافة غير الله ونعم بالله وعند ثلاث عيال دخل على مدارس وعيد طيب أنت أولا محاصد إيه أنا أصلا تابعي محاصد الصراع بس جاء مقيم هنا في القاهرة مقيم في القاهرة إنت الإعانة اللي حضراك محتاجها إعانة مادية ولا إعانة لوظيفة ولا في حل مشكلة معينة موجهاك والله أنا عالية يعني متدين والله ساعة الباشة والله بتاع عاشين ألفين جنيه والورشة يعني وأمواق في الورشة هذي علية دول في الورشة في مثل العملية وقت خالص لا دي شغل ولا في أي حاجة والعملية بص علشان أكون صريح معاك يعني إحنا الإعانات المادية لسه في المرحلة الجاية لإن إحنا فيه صندوق وفيه باب تبرعات بيتفتح وبيتم التواصل فيه إنما إذا فيه مشكلة بالفعل قائمة قدامك إحنا مستعدين لحلها بإذن الله لكن الإعانات المادية ده دورها لسه مجيش فعشان أكون صريح معاك لأنه ما ينفعش أعاش بحد بشيء أنا مش أده أو فريق الإعداد أو القناة مش 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 ماشية في خط السير ده فبشكرك وبإذن الله نسيب برضو رقم التليفون ونتواصل معاك أول ما الإعانات المادية كون جاهزة عندنا أرجع وأكمل مع حضرتك المشاكل برضو لوجهتك طبعا إحنا قلنا المحامية اللي ما بتدخل المحاكم بتتقابل مع جميع الفئات المجتمع بتتقابل مع موكلين مع موظفين مع أعضاء في النيابة العامة مع القضاء فأقدر وكمان جهاز الشرطة برضو بيبقى فيه تعاملات مع حرس مع ناس مع المتهم بيبقى فيه تعاملات بيبقى فيه إذا ما كانتش البنت إن هي دخلة خلاص بقى إن هي دخلة تتعلم دخلة عندها هدف دخلة إن هي عايزة تعرف تتعامل مع كل حد بطريقة معينة يعني بتعامل مع حد جاهل جلولة ما بتعامل مع حد متعلم بتعامل مع جميع الفئات بتعامل مع ناس طبعا فيه متهمين اكتسبت خبرات من ده اكتسبت خبرات وتعلمت إن أنا أبقى أكثر جرأة طب أنا عايزة أسألك سؤال ومهم جدا وده يمكن هو اللي هيهم من الناس هل الناس والموكلين بتوعيك ابتدأ عندهم الثقة كاملة فيكي ولا لسه مهزوزة شوف حضرتك أنا لما بشتغل قضية وببزل فيها جهد وعناية وبحقق أيضا نتيجة ده بيدي ثقة للموكل بتاعي بيلاقيني فعلا واحدة بشتغل وبحضر جلساتي بحضر شغلي بحقق نتائج وببزل عناية فطبعا ده بيدي له ثقة لأن المحمي مش مجرد يعني إن هو بالمنظر أو إن أنا محامي أنا كده خلاص أنا هقدر إن أنا أكسب لك القضية وكده لا طبعا القضية ده بيبقى شغل لها شغل لها مجهود لها مذكرات لها إعداد فكل ده اجتهاد بيجتهدوا سواء محامي أو محامية هي المفكرة في نظرة المجتمع أو نظرة بعض فئات المجتمع لا أنا أظن أن نظرة المجتمع تغيرت حتى في ظل المؤسسات الجديدة والوزراء الجديدة طبعا دلوقتي إنه بقى فيه وزيرات ومحافظات وكمان كان عندنا عامل مرأة وكمان السيد الرئيس طولي الوقت بيتكلم عن المرأة ودورها وإن هي لها يعني كل الصلاحيات إن هي تتولى جميع المناصب والقيادات المنظورة تغير وابتدأ تغير في العالم كله ومصر يعني كانت سباقة في دو وده بالفعل حصل وإحنا عندنا برضو يعني نماذج في المحاماة جميلة يعني عندنا مثلا مفيدة عبد الرحمن صحيح دي كانت محامية وكانت قائدة وشراعة قوانين أخد بس الاتصال وارجع أكمل مع حضرتك ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجدد إيه الأول بس الاسم الاسم إيه الزرافات يعني اسمعني من التلفون اطفل التلفزيون مقواطي واسمعنا من التلفون أنا مجدد في المساعدة شركة الكهرباء وكان معادي امتحاني يوم 17-10 لجنة 5-6 برضو برجع تاني أقول لك وطي التلفزيون واسمعنا من التلفون عشان أنا عن كلمك وباشر عن شرطك على التلفزيون يا فندم دلوقتي حالين فيا فندم أنا لما جدد في الشركة الكهرباء وكان معادي امتحاني يوم 17-10 لجنة 5 فلغاية دلوقتي حالين ما وصلتش أي إفادة من الموضوع نفسك ورحت امتحاني ففرع إيه أو في المقر فين اللي انت امتحانت فيه امتحانت في شركة بيرميرت في القاهرة في المعادي قاهرة في المعادي نعم شركة إيه شركة بيرميرت طيب هقول لحاجة يعني بقول لجماعة بس الزملاء في الإعداد ناخد بياناته وناخد كل التفاصيل بتاعته وهنتابع معاك ورقم تلفونك كما ما تنسوش وهنتابع معاك وهنرد عليك وهنتواصل مع الشركة وهنشوف وضع الطلب فين والكيفية وهنرجع نتواصل معاك تاني بعض الزر لك وبرجع كامل معاك بس عايز أسألك على حتى مهم قوي نتهالي تفرق برضو مع المشاهد دايما يعتقد الناس في مصر إن المحامية هي أقرب لمحكمة الأسرة أقرب للنزاعات والخلافات الزوجية صح ولا غلطان هو زي اعتقاد إن الست الحامل بتروح لسيدة تولدها مظبوط يعني هو نفس الاعتقاد صح نفس الثقافة نفس الثقافة ولكن لا إحنا عندنا محاميات شغالين جنائي فيه شغالين مدني وفيه مجلس دولة وفيه أضايا عمالية يعني حضرت جنائي اشتغلت جنائي بالفعل بالفعل حضرت واشتغلت الجنائي بقى عين كلا الشق هو جنحة أو جناية اشتغلت الاتنين اشتغلت الاتنين طبعا الجنائي بيختلف تماما عن محاكم الأسرة وعن المحاكم المدنية طبعا قاضي الجنائي نفسه بيختلف عن أي قاضي تاني بحيث أن القاضي الجنائي بيكون له رؤية يعني بيشكل إذا زي ما تقول وجدانه من المرافعة بيبقى عنده صغرات صغرات بيبقى عنده سلطة تقديرية في العقوبة بيبقى عنده أنه هو ممكن ينزل بالعقوبة صح في الرأفة عندنا في المواد في القانون أنه هو ممكن ينزل بالعقوبة بيبص للجوانب الإنسانية بيبص للورق بيبص للتحريات مباحث بيبص المرافعة بيبص المتهم بيبص للشهود فهي كذا حاجة بتشكل عقيدة المحكمة فإحنا لما بنتكلم في قضايا جنائية يبقى أنا مش بحصر الموضوع لمجرد ورق زي المدني المدني لما تيجي تترافع يقولك لا اكتب لي مذكرة اكتب لي مذكرة او مش مش هيقول لا هو يقولش لا القاضي لكن بيرجح كتابة مذكرة ومستندات هو شغله كله ورق صح بيشوف الدفوع بيشوف المادة القانونية قانون بحث او لا قانون بحث لكن القاضي الجنائي ده له وضعي تاني خالص بحيث ان هو بيشوف بيشوف له نظرة في المتهم له نظرة في أبعاد القاضية ما وراء الأحداث زي ما بيقولوا يعني طب أعزز عليك سوهيل المتهم اللي كان حضر معاكي في الجناية او في الجنة ما كانش خايف؟ لا ما كانش خايف جاب الثقة منين؟ زي ما تقول ايه؟ من السيرة ومن الصمعة او يعني مثلا حد تاني حضرت معايا وازبقت كفأتي ان انا فعلا اشتغلت بما يعني بما يقتضي عليه المهنة ان انا حضرته ترفعته وحققت النتيجة فطبعا ده بيقول ده وده بيقول ده صح فالأمر بيجي كله بيسمع من التاني فهي الأمر بيجي كده واحيانا حد بيجازف يعني حد بيقولك لا انا مستريح لك او مستريح لك ان شاء الله انا حاس ان انا البراء على ايه ديكي اه البراء على ايه هي كلمة المتهمين دا او يعني متوسم فيك خير او متوسم في خير صح فهي سعب بيتيجي كده وسعب بيتيجي ان لا او في حاجة تاني ان حد طول الوقت شغاله بيشوفه نازل محكمة نازل جلسته الراجل مجتهد هي مجتهدة مش مجرد ان هي حد مجرد ان انا محامي وخلاص لا بيشوفه في المحاكم بيشوفه بيحضر بيشوفه بيكتاج طب انا بقا عايز حضرك نرد على الاستشارة دي من عطل الله نرد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذيب استاذيب حاجة لا سمحة مورينا استاذيب فضالي اه انا دلوقتي عندي بيت انا وجوزي مشتركين فيه ملك ما بيني وما بين جوزي تمام يعني احنا كتبينه بالنص في العقد مكتوب باسمي وباسمي الكلام مزبوط فدلوقتي انا انفصلت عنه بس قالولي ما ينفعش ان انت تكتبي نص البيت بتاعت باسم اخوكي وانا عايز اكتبه النص النص بتاعي باسم اخويا قالولي لازمان هو يوافق على البيع لاخوكي تمام تمام هرد لحضرك دلوقتي بس قالوا لا ينفعش ولا ينفع لا انا هقول لحضرك قالولي لازمان هو يوافق على البيع او نقل الملكية الاخوية اولا انت هي حاضنة اصلا في الشقة اللي هي قادة فيها لا انا مش حاضنة انا قادة في النص التاعي لا انا مش حاضنة انا معي ولد كبير وهو دلاتي مع بابا طيب سؤال ثاني هو البيت ده مكتوب على المشاع ولا متقسم في العقد لا هو مكتوب من اول ما خدناه ارض تكتب باسمه باسمه بس انا استشارت ملكيته للأخوية فهل ده ينفع يعني من الآخر مش عايزة حد يورس فيك يعني صح كده؟ أه لأنه أفضل أنه كده كده انتصلت عنه فمش هيورس فيه كده كده بس أنت مش مخيمة في البيت ده صح كده؟ أنا عايزة أنا بعد موت أخوي أكون متصرف فيه مش هم طيب هرد عليك بكل الحلول دلوقتي يعني أنا ويصعدني إن يرد معنا كمان المسارة ولا عاجل أولا هي لو عايزة تبيع بتعرض الأمر للشخص التاني المشترك معها في عقد البيع أنا هاجة بيع حضرك ممكن هتشتري كان بيها إن هو يشتري وتعمله إنذار كمان تمام؟ تعمله إنذار إن أنا هبيع عارف ساعتك زي إيه؟ زي اللي هو عنده أرض وعنده أرض تانية جنبه فعايز يبيع الأرض مثلا بتاعته فيعرض البيع على جاره الأول إذا الشفعة؟ الشفعة فهي يعني الأول تعرض البيع للشخص اللي معها في العقد والله رفض البيع رفض إنه هو يشتري خلاص ممكن تتنازل تعمل عقد تنازل لأخوها بالضبط على المشاع برضو على المشاع للمنزل مقابل مال كلام مصبور تمام؟ لو هي عايزة تبيع لكن فكرة بقى المراس فكرة أنا عايزة أكتب بقى كل ما أمتلكه لأخويا ده ممكن تروح لمحامي وتعمل وصيه مثلا بغض نظرك يعني كلام حضرك قانوني 100% وعندها حلول أخرى قد يعني تاخد وقت شوية ألا وهي مثلا إنها ترفع دعوة فرز وتجميب عشان تجنب حصتها اللي هي على المشاع تترى إن الحصة متجنبة لإن هم اللي اتنين يعني عاملين لهم الاتنين فرز للشقة لا يعني هو بيت يعني بتقول إنه هو بيت وأقاموا عليه نباني فبالتالي الحصص فيه على المشاع فإما إنك تبيعي يا ودايا جوز إنك تبيع على المشاع برضو نصيبك لأخوكي أو الحل التاني إنك ترفع وطبعا والحل الأول هو الإنذار إنذار بإن هو ييجي أن أنا عندي نيتي أن أنا هبيعي المشاعر هتشتري ولا بيع لغيرك بالضبط كده يعني هو ده الإجراء الأول المتبع إنك هتعمل له إنذار بالبيع هتبيع إنت هتشتري إنت ولا بيع لحد تاني أي أن كان الحد إلا ميرتضي بعد مرور وقت ومدة زمنية من الإنذار تقدري تبيعي ساعتها على المشاع برضو نصيبك لأي أن كان أخوكي أو غيره والحل الأخير ألا هو دعوة الفرز والتجميل بالضبط يعني هي دي بتكون بس بتطول شوية بس هي الفكرة إن لازم الأرض تبقى أصلا فيها مسجلة ما هي أشترينا الأرض من الأول هي إجراءات الأرض لازم تبقى مسجلة علشان أنا أقدر أرفع دعوة فرز وتجميل هو الحل النهائي أو الإجابة النهائية إنه يجوز ده قانونا لكن الحل كله هيكون في إيد المحامي اللي مع حضرتك لأنه أي إجراء هو هياخده مش حضرتك اللي بتقدر تاخده بأيديكي لازم محاميكي هو اللي تصرف ده أرجع أكمل مع حضرتك بنقطع كتير بس زي ما بقولك دايما أهم حاجة عندنا التواصل مع الناس إنه نحاول نهدي المصلحة العامة هو الهدف الأساسي والناس استفاد أصلا بالضبط في مشاكل بتواجهك تاني في المهنة بقى نفسها طبعا إحنا عندنا بطء في إجراءات التقادي دي من أكتر المشاكل اللي بتواجه أي محامي أو محامية لأن إحنا عندنا أولا عددنا كبير قوي كعدد رول رول محكمة عدده كبير طبعا إحنا الدوائر عندنا مش كتيرة مش بتسع كل أعداد الناس اللي من جميع المحافظات طبعا كل محافظة بيبقى لها دوائر ولكن العدد مش كبير فطبعا بيبقى فيه تكدس وازدحام في رول المحكمة وفيه قاعات المحاكم طبعا عندنا قاعات المحاكم بتبقى زغيرة قاعات المحاكم غير مؤهلة غير حتى التهوية نفسها فيها مشاكل يعني المحامي اللي وقف يترافع تلاقيه بيتصبب عرق وتعبان مفيش تهوية خالص دي طبعا مشكلة برضو بيعني منها المحاميين جدا في المحاكم موضوع التهوية موضوع العدد والازدحام موضوع بطء في إجراءات التقادم شايف الحل فيهم إيه؟ الحل فيهم وزارة العدل يعني إيه؟ تبص لنا بصة كده يعني تبص للمحاميين لأن ده دور وزارة العدل هي المسؤولة عن المحاكم أولا فيه جهاز كنان خاص في وزارة العدل الأبنية ها بالزبط كده لازم ينزلوا يشوفوا لأن حاجات غير يعني فيه محاكم أسرة غير آدمية بالمرة يعني دخلين شوف حضرتك محكمة الأسرة دي بيبقى فيها أعداد كبير أعداد مهولة اللي دخلين بقى عايزة ترفع نفأ خلع طلق للضرر مشاكل كتيرة شهود واحدة جاية بالشهود بتوعها فطبعا مشاكل كتيرة بتواجهنا في المحاكم كمحاميين غير بقى كإجراءات البطء طبعا في إجراءات التقادي وفيه حاجات في محاكمة الأسرة مش محتاجة كل الشهور والسنين دي يعني أنا عندي انت شايفة من وجهة نظرك الحل مزدوج أولا الدولة الدولة وتشريع قوانين وتشريع قوانين إن أنا سرعة تخيالي إن أنا دائما بشوف من وجهة نظري إنه فيه كمان حل بديل وحل آخر لازم أواجه الرسالة بيه للمصريين أو للمتقاضين عندنا أزمة إنه أي حد بيحصل أصغر مشكلة بيلجأ للخضاء على طول مباشرة رغم إنها بيكون فيه طرق سهلة وبسيطة فده بالتالي بيعدد يعني تعداد وعدد القضايا في مصر كبير جدا يمكن بالشكل ده طبعا هو إحنا عندنا برضو في ثقافة العلاقات الزوجية وكده مظبوط أي حاجة لأ أنت لازم تثبيتي حقك حصلت خناقة لأ هو يما يقفل على العفش يما هي تروح تعمل محضر يما تروح ترفع دعوة ممكن تبقى معاه عاشها في البيت مقيمة معاه في البيت والمحاكم شغالة والقضايا شغالة ورفع عليه أيمة ورفع عليه خلع ممكن مظبوط عادي جدا يعني ده بيحصل قالي أيمة وهي عفش العفش بتاعها والمنقلات موجودة في المسكنة الزوجية وهي عايشة فيها وهي عايشة فيها وهو فيه رجال غير مسؤولة وفيه سيدات غير مسؤولة صح يعني فيه ده وفيه ده مش معنى أننا سيدة أننا هدفع آآ أنت مش جاية دفع عن المرأة لا أنا أنا ولا تتهمين بأن إحنا مجتمع ذكوري لا هو مجتمع ذكوري ده واقع عايشينه لكن إحنا دهام صريح لا بالعكس والله العظيم واقع ولكن بيتم تغيير وأنا يعني سعيدة أن بدأ النظرة تختلف النظرة تختلف والمرأة تتولى مناصر قيادية كل ده ما هو ده دور الدولة ده دور الدولة ودور كمان العقليات الشعب يعني كل واحد السقافة دي عشان تنقليها واحدة واحدة أكيد بمرور الوقت ما هي أصعب حاجة لمورسات إن أنا غير مورسات حد تهول حياته بيفكر بالشكل ده عقيدة ده يعني والده بيفكر كده جده بيفكر كده كل ناس بت زي القرية اللي عندها مثلا سن معين للزواج دي مورسات كل ده بيتغير بمرور الوقت بس أظن العالم العربي كله بشحة بس ابتدى يتفتح لده ويلتفت لإنه مش شعارات فقط إنه المرأة نص المجتمع لا حقيقة بقى يتطبق ده تقريبا طبعا عندنا السعودية دلوقت المرأة بقيت بتقود السيارة مكانش موجود في الأول لا فيه طفرة فيه طفرة كبيرة في المجتمع في الوطن العربي بأكمله ودي حاجة طبعا كويسة جدا لإن المرأة لما تاخد حقها وتحس إن هي لها كامل الحقوق وعليها واجبات أيضا بس بتاخد حقوق وبس عليها واجبات كل دوة هيأثر إيجابا على الأبناء وعلى الأسرة ما تيجي برضو أبدلك نفس المشاعر اللي عند الرجل على وهو اللي بتتهمي بالذكورية برضو أوقات المرأة لما بتاخد حقها بشكل بتحس إنها خلت أكتر من حقها أو إنها طمعت في الحق فبتيجي على الرجل أو على الطرف التاني مش هقدر أقول إن كل الناس بتفكر كده يعني الثقافة برضو بما أود اللي أعزي أقولك عليه إن الثقافة عند المجتمع إن الست إنها تاخد حقها في المجتمع ده أمر فرض علينا إنما إن الست لما كمان تيجي على حق الرجل وده بيحصل أواكد أنا ما بشوفش إن ده أعتقد إنها حالات فردية فكرة إن هي تيجي أو تاخد حق الرمل دي حالات فردية بالعكس إذا الست بكحال إحنا لسه بدي مثال إنها بترفع قيمة المنقلات وهي عاشها في البيت وعلى المنقلات حالات فردية برضو مش القاعدة ما هو إحنا ما قلناش قاعدة القاعدة العامة إيه؟ القاعدة العامة إن فيست سيدات بتعاني من عدم الإنفاق بتاع الزوج فعلا بتعاني وولادها بيعانوا في حضرتك رجال بيتجوزوا لمجرد إن هم يعني هو وقته خلاص والأمر انتهى يعني تحمل مسئولية مش تحمل مسئولية تحمل مسئولية أبناء في أسرة لازم إن هو يكفيها لازم إن هو يشوف عياله عايزين إيه ولازم إن هو يلبي طلبات الأسرة دي طبعاً الأم هي الأم المعيلة كمان وعدادها لذات جداً في المجتمع وإحنا ده بنتأثر به فما قدرش أقول إن القاعدة العامة إن الستة هي ممكن تاخد حقيق راجق أو تفتري على الراجل لا أنا بقول إن القاعدة العامة الستة بتعاني وأكتر حاجة المحاكم أكتر دليل يعني المحاكم إن الستة تقعد تعاني عشان تاخد نفق حاجات كلام فارغ يعني ما يقضهاش حتى يومين وده بيحصل بقى في تلاعب وحاجات في دخل الزوج أو زوج غير العامل بوظيفة عامة ومش عارفين نتحرع عن دخله كل دي أمور بتمر بيها مشاكل محتاجة تشريع محتاجة تشريع ومحتاجة سرعة على وجه السرعة يعني لازم كمان تنفيذ الأحكام ما هدي مشكلة صح يعني أوكي المحامي عمل كل مجود أنا كنت بناديت ده وفي حلقة يعني بإذن الله بنعملها بسبب ده بنجمع كل لأنه بيجينا اتصالات كتير قوي على الصفحة وعلى صفحة البرنامج ناس كتير قوي معها أحكام وبتسقط ليه لهم ملايين وشايفين المتهمين اللي عليهم الأحكام عايشين حياتهم طبيعية ويفضلوا كده لحد ما الأحكام تسقط بعد مرور ثلاث سنين فإحنا بنجمع ده كله علشان إحنا بنناشط به وزارة الداخلية للتحرك فإنتي جبتي مشكلة مهمة جداً فعلاً قصرتي موضوع مهمة يعني أنت عندك مادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ما المادة دي بتتكلم عن انقضاء الدعاوي عندك جنح عندك جنايات عندك حاجات ده ممكن واحد يبني عمارة ولو عمارة تقع وتنقضي الدعوة العمارة بقى مثلاً 11 سنة وانت عندك في الجناية بتنقضي بعد 10 سنين صح أستسمحك بس لاخد الاتصال ده وارجع أكمل مع حضرتك اللي أستاذها دوادة من أسوان من أسوان حضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بالزميلة الفاضلة أنا محامية من أسوان وللأسف من ضحايا القرار الجائر بشب المحاميين بسبق على سداد الكرني فما رحت لأسف بطاقة انتهت فما رحت أجدد البطاقة قالوا لي لازم ختم النقابة يما رحت الختم النقابة رفضوا يدوني عليها ختم قالوا لي ده فيه قرار بالشب فدلوقتي من اشتراطاتهم أننا عشان أجد دي الكرني لازم يكون مكتوف في البطاقة محامي دلوقتي أنا ما أجدد في الأوراج بدوري أجي ناجس مش مكتوف فيه محامي دي مشكلة بالنسبة لي مشكلة كبيرة وأنا عايزة جدد دي الكرني ومش عارفة عرفتها أنت تشتغل في مهنة المحامة أو لا تعملي في مهنة المحامة دعمل في مهنة المحامة أنا أساسا عاشقة لمهنة المحامة طيب إذن لو أنت بتعملي في مهنة المحامة ما فيش أي مشكلة نعم لو أنت بتعملي في مهنة المحامة ما فيش أي مشكلة من أنك تقدمي دليل اشتغال أي قضية رفعتيها أو أي محضر جلسة أو أي عريضة عليها اسمك أو حكم عليه اسمك بتقدميه لنقبط المحاميين وبيتجدد لك الكرني عادي جدا طالما أنت بتعملي في المحامة ما هم حضرتك ما هم عجزونا حضرتك هم عجزونا لأن هم جابوا لنا قرار غريب جدا وأغرامات كبيرة جدا عشان خاطر نقدر نجدد الكرني يعني سنه أقل من 40 سنة يعني أنا حوالي 37 سنة يعني حد كن في 38 تقريبا في شهر واحد في آخر واحد فقالوا لنا لا اللي داخل في 40 سنة قبل 40 سنة لازم يدفع 6,000 وشوية طيب أنتك أعرف بص يا رفا بصي أنت آخر كرنيجة دتي كان سنة كام آخر كرنيجة دتي كان سنة كام تقريبا كان سنة 2013 تقريبا أو 12 2012 آه تقريبا يعني 2010 يعني بقالك 6 سنين مجدديش الكرنيجة يعني تقريبا آه طيب أنت معاك دلائل اشتغال آه يعني لحد مثلا 2015 أو 2014 معايا دليل اشتغال معايا توكيلات والحمد لله يعني وقضايا وعرائض وكله أنا المشكلة عنده دلوقتي يا معايا أجدد الكرنيجة مش هقدر أجدد وأنا البطاقة مش هيكون فيها مكتوب اسمه محامي عشان هتطر أخذت مثلا لسنسح جوج أو لا أعمل عشان أمشي البطاقة طيب أنا أقولك على حاجة أنت ممكن بعد إذنك تتوجهي لنقبط المحاميين اللي في شارع رمسيس أو العمل هي هو دلوقتي بس يتنقلت بقت في نادي المعادي بقت في نادي المعادي للمحاميين في هناك جزء خاص بتجديد الكرنيهات أنت هتروحي وهتجيبي كل الورق اللي معاكي كل دلالة اللي اشتغال اللي معاكي وآخر كرنيه وآخر كرنيه أنت طلعتين هيبقى معاكي صورة منه وهتكيبي كمان أصول التوكيلات أو العرائد أو محاضر الجلسات أو أحكام عليها اسمك أو أي شيء إن ظهر عليه اسمك أي شيء عليه اسمك خلال السنوات اللي فاتت وعتروحي بيها نادي المعادي للمحاميين وإن شاء الله هناك هيحلولك المشكلة وهتجددي وإنتي وقفة طيب ما المشكلة حضرتكم بيشترطوا برضو مبلغ كبير التجديد أنت ممكن وعارفة إن إحنا أساساً ما فيش أي عائد مردي بيعود علينا إحنا فرحانين إن في عائد معنا وإحنا محاميين ومعتزين بشخصينا طبعاً طبعاً بصي هقولك على حاجة طالما طالما أني أنت بتشتغل في مهنة المحامية عمرك ما هتتضري في مهنتك أبداً طالما أني أنت بتشتغل ومعاكي ورقك وإثباتاتك أنت ممكن تتوجهي للنقابة العامة هناك هيراع الظروف هناك هيشوفوا الورق اللي معاكي هناك ممكن يلاقوا حل إن هما يختموا لك الورق بتاع البطاقة إن هما يجددوا لك الكرنيه حتى لو هتعملي مثلاً تبتدي السنوات اللي هي الصابقة عن 2018 تعملي الكرنيه بتاعك إن شاء الله المشكلة هتتحل بس أنت توجهي فوراً لنادي المعادي للمحاميين هناك هيخلصولك كل الورق وكمان في لجنة للشكاوي لو عندك أي مشكلة أو في تعصر في أي حاجة برضو هتروحي وهتكتب الشكوى بتاعتك وإن شاء الله هيبقى لها حل هناك أنا واثقة إن هيبقى لها حل طالما أنت بتعملي في مهنت المحامية وهتبقى جديرة بكل اهتمام إن شاء الله شكراً يا سيدو أنا سعيد والله إن حضرتك ملمة حتى بإجراءات التجديد أنا محامية بجدد كل سنة فأنا عرف الإجراءات ومع تنقية الجداول لأن المحامي مش أي حد إن هو يبقى محامي ماينفعش مش كل من يحمي الكرنيه هو محامي المحامي له شأنه المحامي بيتعب وبيكتهد علشان يبقى محامي بيتعب يعني شوف حدريك أنا إنت مثلاً خلصت جلستك جيت على البرنامج هتخلص هتروح على مكتبك فبتتعب ماينفعش حد أعز في بيته مش كل من يحمي الكرنيه فهو محامي المحامات الممارسة أنت بتدخل دخل للنقابة أنت لما بترفع دعوة وبيبقى معاك إيصال أن أنت دخلت رسوم رسوم قضائية دمغت المحامات دمغت المحامات حاجات كتير بتدخل دخل تمال للنقابة أنا ما ظنش أن الأستاذة من 2012 إلى 2018 تم شطبها بدون واجه حق طب هي شغالة إزاي من 2012 إلى 2018 بدون كرنيه لا استحالة إن استحالة تكون بتحضر تحياتني يا بعم النقابة ما بتشتبش على جفل جدول غير المشتغلين ما بيجيش كده يعني صدفة لا هي لو هي بتشتغل وعندها ظروف ولكن في حل حتى في النقابة موجود وهو التنازل عن سنوات ممكن إن هي تتنازل عن سنوات إن هي متخدش فيهم معاش بالزبط كل يعني على حسب بقى عدد السنوات اللي انت ما اشتغلتش فيهم ممكن تتنازل عنهم إن انت متاخدش معاش لما التبلغ يعني سن المعاش نقابة العامة الفرع المؤقتة اللي موجود دلوقتي في نادي المعادي هو اللي بيحل ده دلوقتي بيحل ده قبل لما يبقى فيه مبنى وصرح إن شاء الله مصبوط نقابة العامة المحامين لأن هي دلوقتي في مرحلة تجديد يعني صح والله إحنا اتعرضنا زي ما تقول واحد لما بيشتغل لازم يخش كده يشتغل كل حاجة عب سيدرو بقى زي يعني داخل كده المفروض إن هو يتنوع في قضايا بعد كده يشوف هو ميولو راحة لفين صح هل راحة لجنائي مدني أيا كان التخصص بتاعه لكن لازم إن هو يدخل يشوف وكمان إن هو يبقى ملم بكل حاجة لازم يبقى عنده معلومات عشان حتى ممكن يعرف يرد عشان نقدر نعمل ده وإحنا قاعدين على الشاشة عشان نقدر نرد على كل على أي سؤال حتى لو أنا مش شغالة مثلا في الجانب ده بس عندي معلومات أو حضرت في جلسات أو ركزة طبعا إحنا عندنا في الجنائي بيبقى قضايا كتيرة ومدشعبة من أول زي أي قضايا إيه حضرتين طبعا إحنا عندنا قضايا السيارات وقضايا القتل الخطأ وقضايا الحوادث كل ديت موجودة قضايا الرشوة اللي بتقابلنا طبعا ما بين راشي ومرتشي ووسيط دي برضو بتقابلنا قضايا السلاح عندنا برضو في معظم القرز أو معظم محافظات الصعيد وسهاج بيبقى عندهم حضرتي كل ده قضايا سلاح كتير حضرته وتعلمته إن أنا اكتسبت إن أنا أمسك كده القضايا شوف يعني إيه سغراتها فين زي بي هي أصلا متقسمة يعني القضايا الجنائية بيبقى متقسمة أحضر شرطة فيه تحريات فيه إذن فيه شهود فيه شهود نفي فيه شهود إثبات فيه تمسكي القضايا تفهمي أقوال أقوال للمتهم أقوال للمجن عليه قادر أرده وقادر إن أنا يعني أسهل دفوعي وتقول لي للموكل على الأقل ده أقل تأذير طبعا موقفك ضعيف أو قوي ما هو لازم المحامي يبقى أمين ما ينفعش إن هو يقول للمتهم بتاعه أنا هجيب لك براءة دي ما تتقلش النهائي دي نصيح دي نصيح دي نصيحة إن المحامي ما يخشش يقول للمتهم أنا هجيب لك براءة لا أنا هبزل قصارة جهدي في القضية دي القضية دي ربما تاخد سنة ربما تاخد براءة ربما تاخد ثلاث سنين ربما أضيب عقوبتها إعدام ربما أنزل للسجن المشدد لا أنا هقف لحد البراءة وهقول لك نورتينا شرفتينا ورسالة لكل السيدات المصريات خرجين كليات الحقوق مثال قوي قدامنا الأستاذة والاء عدلي المحامية بالإسانة في العالي ومجلس الدولة متهالي رسالة عملية إنه مفيش مهنة صعبة على السبت أنا من أنصار الستين من أنصار إنها تبقى موجودة جنب الرجل إنها تبقى موجودة بتشارك الرجل في حياته حتى المهنية مش فقط الزوجية بشكرها جداً وبشكر حضراتك جد إنك شرفتينا وعطلناك شوية عن شغلك لا أبداً لكن كان لازم ننقل الرسالة دي ننقل الثقافة دايماً بنقول في دفتر أحوال إن إحنا بنحاول ننقل ثقافة جديدة للمجتمع آه بنحل المشاكل بإذن الله وربنا بيعيننا إن إحنا نحل المشاكل وده هدف البرنامج الأسمى والهدف الأول اللي كنا حطين إيدنا عليه إن إحنا ننقل ثقافة القانونية للمجتمع آه ليك إيه وعليك إيه تواصلوا معنا على صفحة التواصل آه اللي موجودة اللي بترد على على الشاشة آه على الفيسبوك وهي دفتر أحوال آه اسألونا بنجاوب اتصلوا بينا طوال الأسبوع موجودين معاكم أراكم الحلقة الجاية مع حل مشاكل كتير قوي في دفتر أحوال عندنا مشاكل كتير قوي حبينا نعرضها مرة واحدة آه الفترة الجاية عندنا حاجات كتير قوي وأمثلة ومواقف كتير قوي الحمد لله ربنا أعنى وفريق الإعداد إنها تتحل بإذن الله أراكم الأسبوع الجاية على خير آه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة